ومن أعظم مظاهر سوء الخلق الحسد والغل والبغض بعض القوم الوهد يحسد أخوه السلف في أمر قد أنعم الله به على أخيه إما من نعمة دين كعلم أو فقه أو دعوة أو من نعمة دنيا كمال أو صحة أو وجاهة إلى غير ذلك يحسدك يكتنك بس كم ويحفر ليك بل يتطور الأمر إلى أن يحذر الناس منك وإذا الله سألهم القيامة السبب شنو السبب إن الزهد يا الله إن تعلمت أكثر مني أوديته جروش فيحصدك وأسوأ من ذلك كله أن يكسو وأن يكسو هذا الحسد والحق كساءا دينيا يقول لك أنا أبغضه في الله أنت بتبغضه من أجل جيبه ملان بتبغضه من أجل شكله وجيه بتبغضه من أجل شيخ فلان جرب الزهد وصامه صاحبه شديد وبسافر وبيطلع وينزل معاه يقول لك لو الله أنا أبغضه في المنهج المنهج شنو؟ وما عارف أو ربنا أعلمه تلقى حفظ القرآن في فترة وجيزة أو 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 تلقى يبغضه زول دا يحفر له وبيتعد تعد يحذر منه الناس يحذر منه الناس فأسوأ شيء إنه يكون أمر شيطاني ويقول لك لا والله أنا أبغضه في الدين كذاب يا أحيي مجرم وانت بتكذب على الدين والآن دار تكذب على منه تكذب على الله تكذب على المؤمنين يخاضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر وده الحاصل في كثير من المجتمعات وفي واقعنا اليوم عند بعض القوم عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه القضية بأحاديث منها ما صحه الألبان رحمه الله تعالى قال إياكم قال دب عليكم داء الأمم قبلكم قال الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين لذا كذا الحاسد تلقى دين وماشي هنا جماعة ماشي ناقص ومما ذكر علماؤنا قالوا من أعظم وأفضل ما وجدوا في علاج الحسد والحسد قد يطرع لنا كلنا جماعة وقد يدب الحسد على قلب الصالح ولكن الصالح من يعالجه والطالح من يستجيب له دا الفريق بيصارين بعد دا قد يطرع الحسد على قلبك قد تطرع المعصية على قلبك لكن في ذلك يستجيب وفي ذلك شنا جماعة يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لماع المعصين فالحاسد تلقوا ماشي طوارف يا جماعة ناقص من أعظم أدواء من أعظم دواء أدوية الحسد والبغضاء بعض علماءنا ذكروا قالوا أن تدعو لمن حسدته تدعو لب الخير أشان تغيظ الشيطان الألقى في قلبك الحسد وأشان تحارب وتجاهد هذه النفس التي بين جنبيك التي أرادت أن تتابع هذا الحسد تدعو لهم لكن من أعظم الأدواء التي أشار الله إليها في كتابه أولا من أعظم الأدوية للحسد التي أشار الله إليها في كتابه أن تعلم أن هذه النعمة التي حسدت أخاك من أجلها هي من عند الله ده أعظم دوانة بعرف شكرا ربنا قال أم يحسدون الناس شوف الآية على ما آتهم من آتهم الله يبقى ربنا أشار لك أن تعرف أنه دي من الله فإذا أعرفت أن هذه النعمة التي أردت أن تحسد أخاك من أجلها من الله فقد انتصفت وتنصفت نصف الطريق في علاج نفسك من الحسد أنت وصلت النص وعالجت خمسين في المئة بالمناسبة وجرب الحتة دي في نعمة على أخوك ذا جاب من وين الدالي والله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وذا النص الثاني انتهى الموضوع الدليل شنو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق فاكهة الصيف في الشتاء والعكس قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله شوف مريم قالت له وجبته من وين من عند الله وهناك على ما آتاهم الله شانا كده قلت لك شنو انه النص الطريق او ازيد انه تعرف ان الشغلة ده من يعني الله وهنا مريم ورعته انه ده من وين من الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بعد ذاك النص التالي هناك دعا زكريا ربه يا رب الديني أنا كمان الله قده وينول حسد ما في اي حسد فهذان هما العلاجان للحسد اعظم علاجين للحسد الاتنين دين تعرف انه النعمة دي من الله علم دين دنيا قروش اي حاجة صحة حافية من الله اتنين تمشي لأ الله تسأل بس الموضوع انتهى ما في يعني يا اخي ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم والحاسد جاهل لانه اول حاجة ما تذكر وما عرف انه نعمة من عند الله وجاهل والثاني جاهل عن الطريق الموصل الى الله وعن الطريق الجالب لنعمة الله التي من اجلها حسدت اخك وقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح وكما صح الالباني في السلسلة صحيحة قال ما من مسلم على ظهر الارض على ظهر الارض يرفع يديه يسأل الله بدعوة إلا آتاه الله إياها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم في اللبز الآخر قال الصحابي ورسول الله إذا نكثر قال الله أكثر وأراه قال الله أكبر في رواية أخرى وإذا سأل أحدكم ربه فليسأله حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع أي حاجة أخوك فلان أو العالم الربان الفلان حتى لو مات ربنا أدى ألف كده وحفظ كده وفعل كده في فترة وجيزة يخذت بدل ما تحسي الدول لذاك أدىهم منه يا الله الدين وإن كنت مخلصا متضرعا لله أعطاك الله خيرا منهم جميعا في نعم الدنيا ونعم الدين كله الله في الدين ابقى ما في مجال للحسن يجب أن يكون فاهم وعالم لهذه المسائح ترجمة نانسي قنقر